ادت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبداللنصور اليمين الدستورية عصر اليوم امام جلالة الملك عبدالله الثاني الفريق الوزاري ضم تسعة اسماء جديدة من بين ثمانية عشر وزيرا وهم كالتالي الدكتور محمد الوحش وزيرا للتربية والتعليم والدكتور حاتم الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة والتموين والمهندس حازم الناصر وزيرا للمياه والري والزراعة والدكتور امية طوقان وزيرا للمالية والدكتور نضال القطمين وزيرا للعمل والنقل واحمد الزيادات وزيرا للعدل وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والمهندس وليد المصري وزيرا للاشغال العامة والاسكان والدكتور ابراهيم سيف وزيرا للتخطيط والسياحة والاثار وريم ابو حسان وزيرا للتنمية الاجتماعية والدكتور محمد حسين المومني وزير دولة لشؤون الاعلام وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية والدكتور بركات عوجان وزيرا للثقافة والمهندس مالك الكباريتي وزيرا للطاقة والدكتور امين محمود وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مجلم حيلان وزيرا للصحة والبيئة وحسين هزاع المجالي وزيرا للداخلية والشؤون البلدية وعناصر جودة وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين والدكتور محمد نوح لقضاء وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والدكتور إخليف الخوالدي وزيرا لتطوير القطاع العام اشتركوا في القناة وكانت الحكومة تشكلت بعد مشاورات قام بها الدكتور عبداللنصور مع مجلس النواب السابع عشر سبقها مشاورات رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة مع أعضاء المجلس حيث كل فنسور على إسرها لتكون الحكومة التي أدت اليمين اليوم حصيلة مرحلتين رئيسيتين من المشاورات تمهيدا للوصول إلى حكومات برلمانية في المستقبل المزيد حول المراحل التي أسفرت عن التشكيل الحالي للفريق الوزاري في التقرير التالي المشاورات كانت المسار الرئيسي على خارطة الطريق من الانتخابات النيابية التي جرت مطلع العام الحالي إلى تشكيل الحكومة الجديدة رغم ما وصفه محللون بتعثرها أمام بعض العقبات في المرحلتين الرئيسيتين أولى المرحلتين كانت في شباط الماضي بعد أن تشكلت نواة الكتل النيابية في مجلس النواب السابع عشر ليبدأ رئيس الديوان الملكي فايز الطرونة مشاورات اختيار رئيس الحكومة بتكليف ملكي كان الأول من نوعه كمنهج جديد لاختيار رئيس الوزراء حصاد المشاورات أخذ شكله الأخير في بداية آذار حيث تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقرير الطرونة حول ما أفضت إليه المشاورات مع الكتل النيابية والأعضاء المستقلين في المجلس والتي كانت الحصة الأكبر فيها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور الذي أشرفت حكومته على الانتخابات النيابية ليحظى بحكومة ثانية في التاسع من آذار الجاري كلف جلالته الدكتور عبدالله نسور بتشكيل حكومة جديدة تضع برنامج عمل لأربعة أعوام ولتبدأ رحلة أخرى يقوم بها الأخير بالتشاور مع مجلس النواب لاختيار فريقه الوزاري بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة التي تمر بها المملكة وتحديدا على الصعيدين السياسي والاقتصادي سريعا بدأ نسور جولته الأولى لتشكيل الحكومة وتابعها بجولة ثانية تخلى لهما بعض العقبات مع النواب بسبب سياسة حكومته السابقة في رفع الأسعار بالإضافة إلى قضية توزير النواب التي أخذت حصة لا بأس بها من النقاش بين الرئيس وأعضاء المجلس وأفضت إلى ترك الباب مواربا أمام ذلك في مراحل مقبلة بعد مرور نحو أسبوعين على المشاورات يقف الدكتور عبدالله نسور أمام استحقاق يتعدى اختيار الفريق الوزاري فالمطلوب منه كما جاء في كتاب التكليف السامي برنامج عمل واضح لحكومة تبقى لأربعة أعوام وتتعامل مع ملفات صعبة تتصدرها الأزمة الاقتصادية والطاقة وعدة ملفات سياسية منها وضع قانون انتخابات توافقي وتكريث العمل الحزبي والعام ليفضي في المستقبل إلى حكومات برلمانية وحياة ديمقراطية كما سبق وأشار جلالة الملك من خلال أوراقه النقاشية ناهيك عن إدارة انتخابات البلدية المقرر عقدها هذا العام فهل يكون انسور وفريقه الوزاري على قدر المسئولية الموكلة إليه؟ سؤال تجيب عنه الأيام المقبلة وهذه مشاهد من أداء حكومة انسور اليمين الدستورية اليوم والتي تأخرت من المصدر صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات البوكولة إلي بأمانة وبناء على تنسيب دولة رئيس الوزراء يعين مع الدكتور أمين محمود وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة بإمانة يعين مع السيد ناصر جود وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع السيد حسين هزاع المجالي وزيراً للداخلية ووزيراً للشؤون البلدية أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة يعين مع الدكتور محمد الوحش وزيراً للتربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر شكرا